اهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي في درس جديد وهو اول دروس مادة الدراسات الاجتماعية درس النهاردة عنوانه وطنون العربي الموقع والمسيح تعالوا بينا مع بعض نعرف اين يقع الوطن العربي كلنا بنعيش على ارض وطنون الحبيب مصر ولكن هناك وطن اكبر وهو وطنون العربي الوطن العربي اللي بيدم كتير جدا من الدول العربية اللي قامت على ارضها حضارات عريقة زي ايه هنعرف الحضارات دي من خلال درس النهاردة وكمان هذه الارض العربية كانت مهبطا للديانات السماوية السلاس اليهودية والمسيحية والديانة الاسلامية يجمعها مكان واحد ولغة واحدة وتاريخ مشترك تعالوا مع بعض الوقت نتكلم على الموقع الجغرافي للوطن العربي لما اجي اقول لك يعني ايه كلمة موقع جغرافي يعني موقع المكان بالنسبة للماء واليابس يعني لما اجي سؤال يجي يقول لك ما المقصود بالموقع الجغرافي هتقول له هو موقع المكان بالنسبة للماء واليابس السؤال هنا اين يقع الوطن العربي الوطن العربي يقع وسط قرات العالم القديم اللي هي قرات ايه؟ قرات اسيا وقرات افريقيا وقرات اوروبا طب الاراضي بتاعت الوطن العربي موجودة في قرات اوروبا؟ لو جالك سؤال وقال لك ضاع صح او خطأ تمتد اراضي الوطن العربي في قرات اسيا وقرات افريقيا وقرات اوروبا هتبقى الاجابة ايه؟ هتبقى الاجابة خطأ لان اراضي الوطن العربي تمتد في قراتين هي قرات اسيا وقرات افريقيا واللي بيفصل ما بينهم البحر الاحمر الوطن العربي كمان بيطل على محيطين مهمين جدا هما المحيط الأطلنطي في الغرب والمحيط الهندي في الجنوب الوطن العربي بيشرف على تلت بحار مهمين جدا في العالم طلع كده من خلال الخريطة أهم البحار يلا كده معايا بالضبط كده البحر المتوسط وده أول بحر البحر التاني هو البحر الأحمر البحر التالت هو البحر العربي يبقى الوطن العربي بيطل على محيطين بيطل على سلاس بحار كمان الوطن العربي بيطل على سلاس خلجان الخليج العربي وخليج أمان وخليج عدن يبقى كده الوطن العربي بيطل على محيطين بيطل على تلت بحار وتلت خلجان الجميل هنا أن كل الدول العربية تمتلك سواحل اما على بحر او على محيط او على الاثنين مع بعض طيب ده بالنسبة للموقع الجغرافي تعالوا بينا نتكلم على الموقع الفلكي خدنا السنة اللي فاتت دوائر العرض وخطوط الطول يبقى لما اجا اقول لك يعني ايه الموقع الفلكي يعني موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول بنلاقي ان الوطن العربي يمتد بين دائرتين عرض كل اراضي الوطن العربي بتمتد بين دائرتين عرض دائرة عرض اثنين جنوبا هنا و37.5 شمالا وبين خطي طول 17 غربا حتى خط طول 60 شرقا يبقى ده الموقع الفلكي للوطن العربي في عندنا دولة عربية مهمة جدا تقع خارج هذا النطاق وهي دولة جزر القمر ما كانها هنا هذه الدولة بتقع في المحيط الهندي جنوب دائرة الاستواء طب فين جزر القمر بزداب تقع عند تقاطع دائرة عرض 12 جنوبا وخط طول 44 شرقا ومن هنا من خلال الموقع الفلكي افهم نقطة مهمة جدا ان يقع معظم الوطن العربي في نصف القرى الارضي الشمالي وفي نصف القرى الارضي الشرقى وبيمر الوطن العربي بتمر بارضي مدار السرطان وبتمر بارضي خط جرينيش يبقى بيعدي في كلال الوطن العربي مدار السرطان هنا كده جنوب مصر وبيعدي في خط جرينيش في المكان ده عرفنا دلوقتي الموقع الفلكي للوطن العربي وعرفنا ان في دولة عربية موجودة في قرد افريقيا تقع خارج الموقع الفلكي للوطن العربي هي دولة جزر الكمر ادي عند صورة للدولة العربية الشقيقة الجميلة دولة جزر الكمر تعالوا مع بعض دلوقتي نعرف حدود الوطن العربي يعني ايه حدود؟ يعني الشمالها ايه؟ الجنوب ايه؟ الشرق ايه؟ الغرب ايه؟ بالله ان الوطن العربي شماله هو البحر المتوسط وجبال توروس ادي عندي على الخريطة قدام البحر المتوسط وادي عندي جبال توروس جنوب الوطن العربي في دول وسط قرد افريقيا والمحيط الهندي ادي دول وسط قرد افريقيا وادي عندي المحيط الهندي يبقى شماله البحر المتوسط وجبال توروس طاق وطاق جنوبه دول وسط قرد أفريقيا والمحيط الهندي أما في الشرق فيه عند الخليج العربي وكمان خليج أمان والبحر العربي يبقى شرقه الخليج العربي وخليج أمان والبحر العربي أما الغرب عند المحيط الأطلنطي بتطل عليه المغرب ودولة موريتانيا الشمال الشرقي فيه عندي جبال مهمة جدا اسمها جبال زاجرس وجبال كردستان طيب الموقع الجغرافي ده مهم جدا وهو مهم جدا هنا فيه سؤال مهم عندنا ما النتاج المترتبة على امتداد حدود الوطن العربي مع ظواهر طبعية هلو أدى ذلك إلى احتفاظه بشخصياته العربية المميزة بين الأمم واتصاله بالعالم الخارجي ده كده بالنسبة له حدود الوطن العربي هنا فيه سؤال مهم عرفنا قبل كده أن مساحة مصر هي تزيد عن مليون كيلو متر مربع لكن السؤال هنا بقى مساحة الوطن العربي الكبير ده قد إيه؟ بنلاقي أن تبلغ مساحة الوطن العربي 13 مليون كيلو متر مربع طب تعالوا بينا كده نعد كم دولة عربية عندنا بلناه أن احنا عندنا 22 دولة عربية عندنا 10 دول عربية موجودين في كرة أفريقيا تعالوا مع بعض نطلحهم كده من خريطة 1 مصر 2 ليبيا 3 تونس 4 دولة الجزائر 5 المغرب 6 موريتانيا 7 جيبوتي 8 الصمال 9 دولة جزر الكمر موجودة هنا و10 دولة السودان أمالقص صحراء المغربية؟ لا دي مش دولة دي صحراء تابعة لدولة المغرب طب كم عدد الدول العربية اللي تقع في كرة أسيا عندنا 12 دولة عربية في كرة أسيا تعالوا مع بعض كده نطلحهم أهدي معايا كده اليمن عمان دولة الإمارات أدي اليمن قدامي أدي عمان أدي دولة الإمارات فيه عند قطر فيه عند البحرين الكويت ودولة السعودية وهي أكبر دولة عربية أسيوية وعندي العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن يبقى 12 دولة عربية في أسيا 10 دول عربية موجودين في أفريقيا طب من خلال الخريطة اللي قدامك أنا أكبر دولة عربية عندنا الجزائر هي أكبر دولة عربية ده بالنسبة لمساحة الوطن العربي وبالنسبة لعدد الدول العربية وزي ما احنا شايفين قدامنا أعلام هذه الدول العربية الشقيقة تعالوا بينا مع بعض نعرف سؤال مهم جدا هل الوطن العربي له أهمية بكل تأكيد الوطن العربي له أهمية كبيرة جدا سواء أهمية حضارية أو أهمية دينية أو أهمية استراتيجية مصطلحات جديدة عندنا هنعرفها مع بعض اللي نحنا كبرنا تعالوا بينا نبدأ بالأهمية الحضارية يعني إيه كلمة حضارة؟ حضارة يعني كل ما أنتجه عقل الإنسان طب الوطن العربي له أهمية حضارية؟ آه الوطن العربي قامت على أرضه حضارات قديمة طب زي إيه؟ زي الحضارة المصرية الأديمة الحضارة الفرعونية هي الحضارة المصرية القديمة زي إيه كمان؟ زي حضارة العراء الأديم اللي هي بنسميها بلاد ما بين النهرين عشان بيجري في أرض العراء نهرين مهمين جدا هما نهري دجلة ونهر الفرق عندي كمان حضارة بلاد الشام وعندي حضارة بلاد اليمن إذا لو جالك سؤال وقالك بما تفسر للوطن العربي أهمية حضارية تقوله لأنه قامت على أرضه حضارات مهمة زي الحضارة المصرية الأديمة وحضارة العراق الأديم وحضارة بلاد الشام وحضارة بلاد اليمن كمان الوطن العربي له أهمية دينية حيث اكتسب الوطن العربي قيمة روحية عظيمة في نفوس معظم سكان العالم ليه؟ لأنه كان مهد الديانات السماوية السلاس اليهودية والمسيحية والإسلامية ومن خلال الوطن العربي انتشرت لكل بلدان وكل دول العالم كمان الوطن العربي على أرضه فيه الأماكن المقدسة زي إيه؟ زي الكعبة المشرفة ودي موجودة في دولة السعودية زي المسجد الأقصى ومسجد كبة الصخرة مسجد كبة الصخرة اللي هو باللون الأصفر أما المسجد الأقصى وهو موجود في هذا المكان وكل ده بيتقال عليه حرم المسجد الأقصى وده موجود في أرض فلسطين وكمان كنيسة المهد وهي موجودة بأرض فلسطين يبقى كده إحنا عرفنا أن الوطن العربي له أهمية حضارية وله أهمية دينية تعالوا مع بعض نتكلم على الأهمية المهمة جدا وهي الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية عندنا مصطلح جديد السنة دي وهي كلمة استراتيجي يعني إيه كلمة استراتيجي؟ يعني الأهمية في وقت السلم ووقت الحرب يعني الوطن العربي ده اللي إحنا عايشين على أرضه ليه أهمية في وقت السلام ووقت الحرب؟ طب إيه هي أهمية الوطن العربي الاقتصادية والاستراتيجية؟ بنلاقي إن الوطن العربي تتنوع فيه الموارد الاقتصادية عنده مصادر طاقة وعنده مواد كام وعنده محاصيل زراعية وأنهار بتجري فيه تتنوع فيه الموارد الاقتصادية طب ده ليه؟ أقول له بسبب تنوع الأقاليم المناخية اللي إحنا خدناها الصنة اللي فاتت وتتنوع فيه كمان الحياة النباتية نباتات كتير فيه ونباتات مختلفة وتتنوع فيه الحياة الجيولوجية كمان أرض الوطن العربي فيها البترول والغاز الطبيعي يعني أولى دول العالم في إنتاج البترول هي دولة السعودية كمان الوطن العربي بيتحكم في طرق التجارة العالمية خلال العصور المختلفة طب وده ليه؟ لأنه يقع وسط قرات العالم القديم زي ما عرفنا بسبب موقعه المتوسط بين قرات العالم وكمان لأنه يشرف على ثلاث أزرع مائية مهمة جدا وهي البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي كمان بيتحكم في أربع ممرات مائية مهمة جدا زودت من أهميته الاقتصادية إيه هي أهم هذه الممرات؟ بالله أنه عندنا مضيك جبل طارق ومضيك باب المندب ومضيك هورموز وقناة السويس مضيك جبل طارق عايزين نطلعه مع بعض من خلال الخريطة مضيك جبل طارق بيصل أو بيربط بين إيه وإيه؟ أدي عندي مضيك جبل طارق مضيك جبل طارق بيصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي ده أول ممر مائي مهم جدا مضيك جبل طارق بتشرف عليه دولة المغرب ودولة أسبانيا أدي دولة المغرب العربية الشقيقة وأدي دولة أسبانيا وهي دولة أوروبية ده أول ممر مائي تاني ممر مائي عندنا هو قناة السويس موجودة هو طب قناة السويس إحنا عارفينها كلنا بتربط بين البحر الأحمر ويه؟ البحر المتوسط تالت ممر مائي مهم جدا عندنا مضيك باب المندب مضيك باب المندب مضيك باب المندب بتطل عليه دولة جيبوتي ودولة اليمن بتطل عليه دولة جيبوتي هنا ودولة اليمن مضيك باب المندب بيربط بين خليج عدن والبحر الأحمر وده المضيك التالت عندنا أما المضيك المهم جدا عندنا وهو مضيك هورموز وده بيربط بين خليج عمان والخليج العربي طب تشرف عليه دولة ايه ودولة ايه؟ تشرف عليه دولة عمان وتشرف عليه دولة ايران طيب الوطن العربي عرفنا ان له أهمية دينية وله اهمية حضرية وله اهمية اقتصادية وله اهمية استراتيجية وده اللي خلى الدول الاستعمارية الكبرى تطمع للاستلاء عليه ونهب خيراته طب ما النتائج المترتبة على ذلك؟ أدى ذلك إلى تقسيمه إلى دول مختلفة في المساحة ومختلفة في عدد السكان فأدى الى انقصامه إلى 22 دولة مختلفة في المساحة ومختلفة في عدد السكان يبقى لو جالك سؤاله وقالك ما النتائج المترتبة على محاولات الدول الاستعمارية للاستلاء عليه؟ تقوله أدى ذلك إلى تقسيم الوطن العربي إلى دول متباينة أو مختلفة في المساحة وفي عدد السكان وكل الدولة العربية حصلت على استقلالها مع دولة فلسطين العربية وبعض الجزر الإماراتية وبعض المدن الإسبانية زي مشكلة سبتة ومشكلة جزيرة مليلة ده كده بالنسبة للمشكلات التي لازالت تعاني في الوطن العربي وبكل تأكيد مشكلة جنوب السودان ومشكلة دارفور يبقى كل الدول العربية حصلت على استقلالها مع دولة فلسطين وبعض الجزر الإماراتية ومشكلة المدن المغربية اللي هي مدينة سبتة ومدينة مليلة ومشكلة جنوب السودان ده كده بالنسبة للوطن العربي يبقى احنا كده عرفنا أين يقع الوطن العربي عرفنا دلوقتي أن كل الدول العربية حصلت على استقلالها مع ده فلسطين وبعض الجزر الإماراتية وبعض المدن المغربية زي مدينة مليلة ومدينة سبتة والمشكلة اللي موجودة في السودان مشكلة جنوب السودان ومشكلة دارفور وعرفنا أن الوطن العربي له أهمية كبيرة جدا أهمية دينية وأهمية حضارية وأهمية استراتيجية وأهمية اقتصادية وده اللي خلت دول الاستعمالية الكبرى تطمع للاستلاء عليه وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر